من الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نتمنى التي تشوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير ومصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام واجداد وسنتمنى لهم حد سعيد ان شاء الله بحول الله كيف أعالج السحر والعين بأوراق الصدر أوراق الصدر الناس اللي عندهم مشاكل مع ولداتهم وعندها الولد تيبكي لها في الليل أو مشيشيش الناس أو احلم لها تيحلم لها بزاف أو تيخاف هلناخد سبع ورقات كل ليلة نديرها في كأس الماء ونقرأ لها الفاتحة سبع مرات وغادي ان شاء الله نعطيه يشرب هذه الليلة ثلاث ليالي إلا تكون عنده العين وليكون مخطيشي حاجة أما الإنسان المتقف على مراته أو الزوجة دياله أو الزوجة المتقفة على الزوج ديالها تناخد وعاء أو سطل من الماء تناخد سبع ورقات ديال أوراق السدر تنطحنهم في الخلاط سبع ورقات تنطحنهم مع الماء تنطحنهم في الخلاط تنوضعهم في سطل من الماء تنقرأ عليهم الرقية الشرعية سبع مرات الفاتحة سبع مرات سورة الفلق سبع مرات سورة الناس سبع مرات سورة الكافرون مع آية الإبطال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين سننفتع على هذا السطل الصغير للماء اللي فيه سبع ورقات وسنضيف ليه ماء ساخن ماء ساخن سندخل الغرفة ديالي على أسس أعالج السحر أو أعالج العين السحر هو اللي تدير توقيف الحال لف العلاقات ولف الزواج ولف أي حاجة تكون السحر سحر توقيف الحال سحر توقيف الحال هو التي يعطل الأحوال إما المرأة تتقف على الزوج ديالها أو الزوج يتتقف عليها بعد الأحيان تكون توقيف العلاقات في ليلة العرس إذن هذه السيغة صالحة الناس اللي متقفين على الزوج متقف على مرات و المرأة متقف على الزوج ديالها أول حاجة تغسل بهذاك الماء إيهو الزوج ديالها و يجمعوا هذاك الماء و لحوه في مكان عاشب تستسمح للصوت ديالي أنه متعبة شوية تنتمنى لكم إن شاء الله تديروا هذه الوصفات إذن المرأة إذا كان عندها مشكلة ما بين الزوج ديالها في الفراش توصل يويه وتوضع سبع ورقات في الماء و تشرب يويه مدة ثلاث أيام أو مدة سبع أيام على حسب ولكن هذا الصغر البنية مجربة من الرقات و من أهل الخير تديروا هذه الرقية الشرعية لإبطال جميع الأسحار أما المرأة اللي عندها مشاكل في البيت مع الزوج ديالها خصمات مشاكل تيكون عندها دماء صدع تتأخذ أوراق صدر بدون عدد تتبخهم في الماء و تتقرأ عليهم صورة الزلزلة تديرهم في بخاخ و ترشبهم الزوايا البيت شحنا نقرأ صورة الزلزلة هنقرأها سبع مرات و غادي إن شاء الله ندير هذك المكون اللي تبخت بعد ما يبرد غادي إن شاء الله رشبه الزوايا البيت أما البنت المعطلة عن العمل تأخذ سبع ورقات و تضربهم في خلاط و تحاول أنها تقرأ عليهم الفاتحة 21 مرة و غادي إن شاء الله نتسبح بهم نعوم بهم على أساس أنني بغيت نحيد العوالد اللي عندي أو كانت تقف عن الزواج سيصالحة لها هذه الصغة الربانية إذن أحبابي سنتمنى أنكم يعجبوكم هذه الوصفات سنتمنى أنكم تكونوا بخير و على خير و بزحها جيدة إذا أعجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله و قوته والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته